الفن السابع جانب آخر للنشاط الجامعي عبر فعالiyات ايام السينما في الجامعة التي يقيمها الاتحاد الوطني لطلبة سوريا في جامعة تشرين باللهديقية فعالية ايام السينما في الجامعة هي فعاليةgereما طلقة للمكتب التنفيذي الاتحاد والطلبة سوريا في جامعة دمشق وجامعة حلب وجامعة تشرين بالتوازي الفعالية بتسلط الضوء على أحدث الانتاجات السينمائية العالمية اللي حازت على اهتمام وتقييم عالي من قبل النقاط والجمهور بالإضافة لتقديم آخر الأعمال والفلام السورية اللي أيضا حصلت على جوائز في المهرجانات مثل فيلم الطريق الزهر للجدار وأيضا فيلم لآخر العمر اللي أيضا انتج بزاعة الإعلام عنا فتاح الأسبوع السينمائي ضمن خطة عمل مكتب الثقافي والفنون المركزي من المكتب التنفيذي هاي الأفلام المجموعة لأفلام عناها لمدة أسبوع عنا كل يوم فيلمين الساعة 12 والساعة 6 أفلام متنوعة جديدة حاصلة على جوائز لحتى ندعم ثقافة حضور السينما لطلق زملائنا ضمن الجامعة أفلام سينمائية سورية وعالمية تحمل قضايا اجتماعية وإنسانية هدفة نحنا كنا كتير مضغوطين وهالأسبوع كان لازم لنا ومشان كمان جانب الثقافي كتير مهم بالنسبة لهذا الأسبوع من الناحية الترفيهية شيء أكيد مهم للطالب كونه بكلية الهندسة المدنية في ضغط عنها دراسة كتير فالواحد الحلو الجانب هذا أنه بيرفع عن حاله شوي لحتى بيخفف من عبق الدراسة فكرة كتير حلوة وخصوصي أنه هو مجاني وفترة امتحانك فهو بيعطينا طاقة إيجابية فمن جي من غير الواحد بيغير عن نفسه وبرتاح كتير يعني أنه وقت اللي بيشوف أنه زملاءه هون عم يحضروا أفلام ومن تتابع الشراءات الجديدة هون شيء مهم لطلاب السكن شيء إيجابي كمان وخاصة بفترة الامتحانات وبرفعهم عن نفسيتهم افتتاح النادي لهيك طلاب شيء كتير حلوة وأنه ترفيه للطلاب وخاصة بفترة الامتحانة على مدى خمسة أيام تستمر فعاليات أيام السينما في الجامعة وسط حضور طلابي شبابي لافت ومن مختلف الكليات